موسيقى موسيقى هل الفرائض الدينية كافية للخلاص؟ أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب بكم في اسم ربنا يسوع المسيح وهذا سؤال دائما نسأل ودايما طبعا يتطلب جواب كثير من الناس بغض النظر عن الخلفية سواء مسلم أو مسيحي كثير من مشاهدينا يظنون أنه بكثرة الفرائض بتساعدنا أن ندخل السماء أو الجنة وطبعا بتساعدنا أن نحسن حالتنا الروحية طبعا والزمنية اليوم رح نتكلم عن بعض هذه الفرائض إن شاء الله أنه منغطي جزء منها مثل موضوع الصلاة مثل موضوع الصوم، الصدقة، موضوع الزكاة، العطاء، موضوع حتى يعني في المسيحي بقولك أنا بقدس بروع على أورشاليم أو على الحاج وأنه كل هالأشياء بتساعدني من ناحية روحية وأيضا من ناحية أبدية لكن بالحقيقة هل الفرائض الدينية تخلص الإنسان؟ أدعوكم لتشاهدوا هذه الحلقة ورح نلقي الضوء على هذا الموضوع سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل الفرائض الدينية تؤدي إلى الخلاص؟ ابقوا معنا سنتكلم عن هذا الموضوع المهم يصر أن أستضيف طبعا هي مش ضافة هي صاحبة مكان أخت معروفة لأغلبيتكم الأخت رشا نور طبعا بعد انقطاع طويل بسبب كمان الكورونا لكن نشكر رب من أجلها من أجل صحتها ومن أجل حياتها ومن أجل خدمتها الأخت رشا نور معروفة بخدمتها على الفضائيات الأخت رشا هي عابرة إلى نور المسيح جاءت من خلفية مسلمة وطبعا أكيد رح تفيدنا جدا في هذا الموضوع ولسيما هذه التساؤلات التي تصلنا من العابرين ومن أحبانا المسلمين والجدير بالذكر الأخت رشا ألفت مؤلفات كتيري ياريت تفوتوا على السايت بتاعها وفي نفس الوقت هي خادمة للرب خادمة للإنجيل أهلا وسهلا أخت رشا نرحب فيك وبعد طبعا فترة طويلة إحنا مبسوطين أن نشوفك معنا ونشوفك صحتك تمام ورجعت لقوتك ولصحتك نشكر ربنا رب يسوع التي يبدأ عمل صالح فينا هو يكمل للنهاية والرب اللي دعاني من الظلمة إلى النور العجيب هو ابتدأ الرحلة معايا من بدايتها من ساعة ما أنا قبلته لغاية هذه اللحظة أنا بشهد عنه لأنه هو يستحق الشهادة بشهد عن صلاحه ومحبته لأن أنا نفسي كل الناس يشوفوا النور اللي أنا أنار لي ظلمتي وأنقذني من سلطان الظلمة والخوف والرعب بسبب أمور كثيرة جدا في الإسلام لكن الرب اللي أنقذني من سلطان الظلمة إداني يقين ومحبة غير عادية واحتضاني وملاح حياتي وهو ده الرب اللي أنا نفسي النهاردة كل واحد النهاردة يقابله ولو كنت النهاردة نفسك بتبحث عن ربنا بتبحث عن طريق يوديك لله بتدور على ممارسات أو عبادات أو أركان أنا نحب نقولها أو أعمدة أو سلالم توديك لربنا أنا بدعوك النهاردة وبدعوكي أنك تعد وتسمعنا وتتفعل معانا وتسأل أسئلتك وأنا بصلي أن ربنا يفتح عيني زهنك يعني عقلك ويفتح قلبك وكمان ينور روحك علشان تقدر تستقبل عمل المسيح الكفاري من أجلك عادة أنا بسأل بنهاية الحلقة عن الرسالة اللي بتحب تقدميها بس أنت من أولها لأنه واضح قلبك المحب والمليان بنور المسيح وعاوزي أن كل شخص يختبر اللي أنت اختبرته خلينا أوجه مناته السؤال الأول مباشرة هل الفرائد الدينية تؤدي إلى الخلاص؟ تفضل أختر الشهر؟ هو الفرائد الدينية في كل الديانات لا تؤدي إلى الخلاص يعني الفرائد الدينية حتى لو في المسيحية نفسها لا تؤدي للخلاص ليه؟ لأن المسيح قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به وما فيش ما بين الله والناس وسيط غير الإنسان يسوع المسيح فالفرائد مهما أنا أعمل فرائد مش ممكن توصلنا وده ينقلنا النقطة يعني اللي عاوز أقول أنه بالمسيحية في عنا فرائد مثل صوم وصلاة وصدقة وكتير أعمال بس كونك أنت من خلفية إسلامية واختبرت المسيح الإسلام إحنا مثل ما نعرف كيف يه كمان أركان هل هي هذه الأركان تخلص الإنسان؟ هو أنا زي ما قلت لك إذا كان المسيحية نفسها الممارسات أو العقائد فيها أو التقوص لا تؤدي إلى الخلاص لازم يكون الإنسان مؤمن الأول وبعد كده هوت الأمور ده هي مش هي اللي بتودي السماء لكن قبوله للمسيح هو اللي بيودي السماء الأول الإسلام نفس الحكاية عندك أركان الإسلام أركان الإسلام زي ما احنا كنا كلنا حفزينهم أو كل الناس عارفينه مش شهادتين قامة الصلاة إتاء الزكاية صوم رمضان حج البيت لما نستطع إلهي سبيلا الخمس أركان دول هم دول عامدة الإيمان الإسلامي أو العقيدة أو الهيكل الإسلامي الهيكلية الإسلامي بالزبط فده اللي بيقوم عليهم كل ممارسات اللي بيعملها المسلم ومن خلال الحاجات ده هيت هو بيجمع حاجة اسمها الحسنات الحسنات والسيئات والحسنات يذهبن السيئات وهنرجع وإحنا بنتكلم هنتطرق للأمور ده هيت أكتر لكن زي ما أنا قلت الخمس أركان للإسلام من ضمنهم الصلاة الصلاة بيقول عنها في سورة هود واقم الصلاة طرفيا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين دي في سورة هود 114 ليه هو بيقولك كده لأنه هو في مخيلته إن فيه ميزان وفيه حسنات بتتحط في ميزان في كفة وسيئات بتحط في كفة ويقعد المسلم حياته كلها يجري وراء سراب اسمه إن أنا عايز إن أنا أرضي ربنا وإن حسناتي تزيد عن سيئاتي فأقدر إن أنا أوصل إلى الجنة لكن مش هو ده الطريق مش هو ده الطريق الرسول نفسه أما جوم سألوه سألوه قاله كان بيكلم عن أبي زر قلت يا رسول الله أوصني وصيني قاله إذا عملت سيئة فاتبع حسنة تمحها يعني الحسنة هتمحي سورة السيئة هتمحي الحسنة هتمحي السيئة فبالتالي هو بيدور على حاجة يفدر يلم بها حسنات يعني الدافع وراء العبادة سواء الشهدتين سواء الصلاة سواء الزكاة سواء الصيام سواء الحاجة هو بيدور على إيه؟ بيدور على الدافع ده الدافع اللي هو إزاي أنا أوصل أن أنا أمحي سيئاتي وحسناتي تزيد عن سيئاتي فأقدر أن أنا أوصل إلى محضر الله إلى الجنة وده طبعا يعني عكس تماما ما اختبرته وعشته واكتشفته يعني أنا عايز أقول ده كانك بالنسبة لي اكتشاف أن الفكر المسيحي بيفضح أن الإنسان بيفضح الإنسان قدام نفسه بيعريه بيوري له حقيقته أنت إنسان مش هتعرف تعمل كده مهما عملت حسنات مش هتقدر توزي بسيئاتك ليه؟ لأنك أنت بالإسم صورت وبالخطيئة حبلت بأمي أنا إنسان مغموس في الخطيئة مش هقول لخيطية آدم وندخل فيه الحوار اللي بيعودوا يتكلموا فيه المسلمين لكن أنا هتكلم علي أنا شخصيا أو عليك أنت شخصيا أو عليك أنت شخصيا أنا حياتي عاملة إزاي؟ أنا حياتي كل يوم عاملة إزاي؟ أنا بشكل غير مقصود بنزلق في الخطيئة فمين اللي ممكن أنه هو يرفعني أو يدفع ثمن الخطيئة ده والسيئات اللي أنا بدفعها أنا عاجز لكن الله هو الذي يجد لي حلل هذه الديلامة المعضلة ده هيت هو اللي يقدم نفسه زبيحة لكي يغفر زبح زبح عظيم يغفر لي خطيئتي ويطهرني من كل أثناء طبعا بالنسبة للمسيحية الخلاص هو مبادرة إلهية طبعا على حساب ما فعله الرب يسوع المسيح من ناحية تاني النموس الشريعة في الكتاب تظهر عجز الإنسان لأنه من حفز النموس كله وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل فالموضوع هو مش موضوع خطيئة وحسنة الموضوع كله بيتعلق في هوية الله في شخص الله في طبيعته القدوسة أنه الخطيئة هي إهانة واحتقار موجه للإله الغير محدود مشان هيك احنا منقول أنه الإنسان عاجز عن تخليص نفسه لو صليت ولو صمت ولو رحت على الأدس ومكة ورحت كل مكان الله كيف بينظر إلي هذا هو السؤال الأهم طبعا والفرق ما بين الفكرين واضح جدا في آية في أفاسوس 2 بتقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله عطية يعني هبة وهبة لحد ما يستحقهاش عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد على فكرة الخلاص مش هينفع واحد يقول أنا بنيت مستشفى فأنا كده هوت أنا ضمنت الدنيا خلاص يعني أنا بنيت ساعدت ناس فقرة أو بنيت مدرسة يبقى أنا خلاص أدخل الجنب بفلوسي مش هكذا اسمها كده؟ لا معناته هاي بتكون دياني للأغنياء يعني اللي بقدر يصوم مثلا لأنه الصوم فيه كمان يعني حسنات تحسب أكتر وكمان الحج يعني بيمحي كل شيء فأنت ذكرت بلحظ تقول من يعني استطاع سبيلة طب ولي بقدرش يعني خلاص خسرها؟ ما هو اللي بيستطيع سبيلة بيروح يمحي كل خطياءه وأثامه اللي ما بيستطيعش بقى؟ الله بيتعامل مع الفرد يعني الله مش مخادع ولا ماكر إحنا نخدع ولا نمكره كمان ونقول لها شايف أنا رحت ولا ما رحتش ولا جيت ولا ما جيتش هو الفكرة كلها أن طريقة شخصية الله في الإسلام مختلفة عن شخصية الله في المسيحية فكرة الله في الإسلام مختلفة عن فكرة الله في المسيحية فبالتالي الإله اللي بيعبدوه المسلمين ده لهم طريق يعبدوه بيه اللي هو أعمل 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 علشان تلم حسنات إحنا الله جاء لنا لأنه هو نظر إلى ضعفنا وعدم قدرتنا فبالتالي هو اللي قدم لنا مش إحنا اللي بنقدم له هو اللي قدم لنا الفداء هو اللي قدم لنا الخلاص مش أنا بعمل عشان وخلص لكن الله هو الذي قدم لها الخلاص فأنا نتيجة هذا الخلاص بعمل بقى بعيش في جدة الحياة لما اقتبست أفسوس بالنعم أنتم مخلصون بعدين بكمل على طول في أي عشر أصحاح اتنين لأننا نحن عملهم مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها يعني بالحقيقة أن الخلاص هي نعمة إلهية ومع هذه النعمة أنا بصير بحب بدي أرضي الله بحب أن أعمل الأعمال الحسنة طبعا أنا أما أكون يعني المسيح افتقدني هيحصل إيه هيغيرني فأنا أما أتغير داخليا بيظهر علي خارجيا وده عكس بالزبط الفكر الإسلامي إن أنا لازم أتغير خارجيا وبس يعني كل اللي أنا بعمله وهي ممارسات خارجية ديانة المظاهر أي ليه لا طبعا ليه لأن أنا مثلا أما بلبس حجاب هو مظهر خارجي أما بعمل صدقة هي مظهر خارجي أما بدفع مثلا بندبح في العيد هو مظهر خارجي ما بنصلي والناس تطلع بره الجوامع في الصلاة هو مظهر خارجية هو بيعمل شكل خارجي علشان يصلح الإنسان من جوة الإنسان بيفضل زي ما هو المسيح قال عنهم إنهما قبور مبيضة ما ينفعش لازم الإنسان لا وهنا بينطبق على كل إنسان بحاول يمارس التدين كوسيلة للحصول على الخلاص الإنسان لازم يتغير داخليا علشان يقدر أن هي تظهر عليه أعمال المسيح المثل بيقول الإناء ينضح بما فيه فبالتالي أنا ما إنائي يمتلق كأسي سيكون رية سيفيد ويروي الأخير هيبان علي محبة المسيح هيبان علي إيماني بالمسيح هيبان علي لأن في علاقة حية حقيقية دي عملت إيه؟ عملت تغيير حقيقي فيه ده اللي عمل معي المسيح يعني أنا شخصيا عمل معي كده المسيح ربنا أما جي أفتقد حياتي غيرني تغيير داخلي اللامس اللي جوايا ما كانش لازم فيه حاجة خارجية أروح له بيها يعني مش لازم أن أنا أتوضى عشان أروح في محضر ربنا ما ينفعش أن أنا أتحرك وأنا بصلي لحسن أنقض الصلاة لازم أبقى متجهة في اتجاه واحد والأمور اللي هي بتاعت الصلاة لكن أنا عندي حرية في المسيح أنا بدخل إلى محضر الله مش لازم أنا أتنظف لكن أنا دخولي إلى محضر الله هو اللي بينظفني وهو اللي بيقدسني هو اللي بيغيرني وعلى أساس ما فعله فإذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع في عمل الرب عمله حتى أنا وأنت نتنظف نتطهر والأهم أنه شو الله بينظر إلينا خلينا أسأل سؤال تاني طب شو هي الفرائد الدينية وهل في فرائد في المسيحية مقابلها طبعا الفرائد الدينية زي ما أنا قلت في الأول هي أركان الإسلام اللي هي الشهدتين قيام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إلهي سبيله فدي الفرائد الدينية اللي بيتحرك فيها الإسلام وهو قال في حديث عن عمر قال سمعت رسول الله يقول بني الإسلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله لمحمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان فهو إدى الخمسة ده ببؤه قالهم فهم أخدوهم وحطوهم كده عملوهم أركان الإسلام بني الإسلام على خمس فهو عملو أركان الإسلام لكن طبعاً لكل ركن من الأركان ده هيت مقابله بقى مع الفارق الشاسع طو ده اللي عاوز أسألك يعني إيه يعني أوكي فيه صلاة عنه وفيه صدقة وفيه كل الأشياء بس المسيح في عزته على الجبل وعلى فكرة أنا بشجعك أنك تقرأ عزة المسيح على الجبل في إنجيل متى إصحاح خمس وستة وسبعة لكن في المواضيع هذه إصحاح ستة تفضلي أول حاجة هتكلم عليها هي الشهدتين الشهدتين هي إعلان يعني ما فيش مسلم يبقى مسلم لو ما كانش مولود مسلم غير ما يقول الشهدتين الشهدتين إعلان ويقابلها في المسيحية المعمودية لأن المعمودية إعلان أنا بعلن أمام الله وبعلن أمام عائلة الله وعائلة إبليس إن أنا بنضم إلى عائلة الله أنا في المسيح بعلن أمام الناس وأمام كل الملائكة والأرواح الشريرة إن أنا بنضم إلى عائلة المسيح فالمعمودية يقابلها الشهدتين في الإسلام زي ما مثلا الشهادة في المسيحية بيقابلها يعني أنا أنت بتحكي ذكرت كلام المبشر فيليبوس مع خصية الحابشة لما سأل ماذا يمنع أن أعتمد قال له إن كنت تؤمن أن يسوع ابن الله يجوز هذا من بعد ما بشره بيسوع بشره بيسوع وفعلا أخذ الخطوة العلنية أنه يعتمد بالزبط فهي المعمودية هي إعلان زيها زي تقريبا زي الشهادتين مع الفارق طبعا الشاسع ما بين الاتنين عايز أقول برضو ما ينفعش إن إحنا نقارن ما بين الشهادة والشهادة في الإسلام الشهادة في المسيحية والشهادة في الإسلام لأن الشهادة في المسيحية يقابلها الجهاد إن إحنا بنشهد عام المسيح وهم بيجهدوا بالسيف إحنا بنشهد بالبق وبالمحبة وهم بيجهدوا بالسيف وبرضو زي أحب برضو أوضح نقطة إن الكرازة أمامها الدعوة هم بيدعوا إلى الإسلام إحنا بنكرز بعمل المسيح على أساس الكلمة بتاعني الأخبار الصارة الأخبار المفرحة إنه الإنسان ما في داعي إنه يهلك لكن ممكن ياخد الحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح بالضبط وأهمية الشهادة عند المسلم يعني الشهادة مهمة قوية لأن ما ينفعش واحد يدخل لا يدخل العبد في الدين إلا بهما لأن هم مش شهادة يعني الشهادة تاني مش شهادة واحدة شهادة أن لا إله لله وأن وأن محمد رسول الله يعني ما فيك تقولي أنه أنا بشهد أن الله هو واحد لا شريك له خلاص لا لازم تقرن الشهادتين وبعض لأن بيقول كده إنما المؤمنون الذين أمانوا بالله ورسوله هنا أقرن الله برسوله لازم يبقى يعني الشهادة لا تكتمل لا تكتمل إلا بشقيها وهنا برضو في علامة استفهام إذا كنا إحنا بنتكلم على إن إحنا نشهد إحنا بنشهد بمين هل إحنا بنشهد بأشخاص إحنا بنشهد بعمل الله بافتقاد الله لحياتنا ما ينفعش إن أنا أقرن الله بنبي مهما كانت وعلت منزلته يعني أنا حاجي في وسط الشهادة نواقع الشهادة ما بنجي نتكلم عنها ونتكلم على نقط إن مثلا إن لو أنا شاهد إن لا إله إلا الله الله مش بي يعني يغفر كل شيء ما عادت شرك به أوكي طب لو أنا أشركت بالليه ليه استتابة طب لو تبت خلاص أعيش طب لو أنا عملت كده في الرسول معيش إزاي يعني أنا لو أنا كفرت بالرسول وقلتها علانية أنا أكفر بمحمدا يعمله إيه يعمله استتابة وإنتابة قتل وده موجود في الفتاوى لابن تيمية ليه وإنتابة قتل طب ربنا وإنتابة وإنتابة الإنسان لا يقتل وإنتابة الإنسان في إنكار محمدا يقتل ده في أي شرع وفي أي فكر إن إنسان يبقى رأسه أعلى من رأس ربنا يعني الحكم على المرتد بالنسبة لإنكار الله لا يقتل وفي إنكار الرسول يقتل فكرة غريبة شوية وبالنسبة لي عملت عندي نورتلي دوق أحمر الساي يبقى محمد أعظم درجة من الله الشهادة أنا بعبد الله وبشهد به لكن لا تكتمل غير أما أشهد أن محمد رسول الله فكرتها لا تقبل إنسانيا لو أنا عايز أعبد الله مش لازم أن أنا أشرك به إنسان أنا بقول أنا بعبد الله واحدا لا شريك له إزاي أنا فيه وأنا بقول الكلمة دهية أنا بشرك به النبي في نفس الجملة يعني أنا بقول أشهده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفي نفس الجملة قبل ما تخلص وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنا بشرك به إنساني وهذا الإقتران لو أنا ما عملتهوش لا تقبل طبعا يعني عاوز أقوله كمان بالفكر المسيحي وهو هذا الشرك بحد ذاته لما بتشرك إنسان مع الله يعني كأنه يصبح على مساويا لالله وبالفكر المسيحي هذا يعتبر شرك طبعا ده بيعتبر شرك لأنه إذا أنا ما بكتفي أنا أؤمن أنه الله واحد إحنا نؤمن بالوحدانية طبعا أنه الله لا شريك له خلاص ما فيش داعي أن أشرك أي إنسان مع الله ده ده الشيء الطبيعي بس ما بقوله يعني أنا بكتبس وما نبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين يعني حطوا الموضوع يعني أنه أنا في كتير ناس مثلا الله بيعلن لإلها بيعلن عن شخصه وعن هويته ودائما إحنا منيجي للنتيجة من خلال إعلان الله عن ذاته لكتير من الناس بحلم برؤية إلى آخره دائما بيصطدموا بيسوع لابد أن يختبروا يسوع أنا عايز أقول أن الإنسان لو هو فعلا إنسان جواه يبحث عن الله و جواه شوق في أنه يعرف و بيقول يا رب أنا عايز أعرفك أنت مين يعني فيه جواه حاجة حقيقية تبحث عن ربنا ربنا سيظهر له ذاته الله سيتكلم إليه سيرشده الطريق مسيحا ما قال أنا هو الطريق ما قالش أنا هو الطريق كده من من ولا شيء ده مش كلام على ورقة دي حقيقة وبنعيشها أثبت أنه هو هو الطريق وهو الذي يقود الإنسان الباحث عن الله إلى محضره طيب أخت راشا إحنا راح نكمل بس أنا بحب أعطي فرصة كمان للمشاهدين إنه فعلا يعني شاهد هذه الحلقة بدون تحيز أنك عاوز تعرف أكتر سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل الفرائد الدينية تؤدي إلى الخلاص؟ معنا الأخت راشا نور وأنا مش عاوز أسألك عاوزك يعني تكمل بالفكرة اللي أنت ابتدت فيها عايز أقول أن خائد بتاعت الشهادة الشهادة دي في حاجات بتنقضها كيف يعني؟ فيها يعني يعني حتى لو الواحد جي يقول الشهادة وفيه بعض النقط عندهم مثلا حوالي عشر نقط بتنقض الشهادة ده نقط كتيرة قوي بتخلي الشهادة دي غير مقبولة أوكي من ضمن النقط ده هي من أبغد شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر يعني لو أنا أبغد شيئا جاء به الرسول حتى لو أنا عملت به فأنا كافر أوكي موضوع واحدة تانية من استهزى بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كافر يعني أنا دائما بقول الكفر هو مرتبط في الله مش في شخصي مش في إنسان هو بيرتبط أكتر أنا ليه اخترت بعض النقط ده هي اخترت ده هي لأن هتلاقي إن الموضوع غير مرتبط بالله لكن ارتبط زي ما هو شهادتين شهادتين أوكي شهادت أن لا إله إلا الله وأنا محمد فبالتالي الشهادتين يعني في عندك شخصين في مثلا يقولك من أعتقد من أعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد فهو كافر يعني أنا مثلا في عرف الإسلام كافرة ليه وإن كنت قلت لا إله إلا الله وإن محمد بيعتبروني ليه كافرة لأن أنا خرقت عن دين الإسلام فهو بيكفرني وفي بتالي بيحل دمي ليه لأن أنا طلعت بقيت خوارج دلوقتي أنا بقيت مرتدة ارتديت عن هذا الدين الذي ولدت فيه ونشكر ونشكر ربنا أن أنا ارتديت عن هذا الدين الذي ولدت فيه لأن هذا الدين لم يعطني ضمانا وطبع لما بيتكلم مع أصدقاء المسلم يقولك لا لا إكره في الدين لا كل من على الدين وقال الله يعينه لا إكره في الدين لو أنت خارج الدين لا أنا عارف فكرة الناسخ والمنسوخ كمان يعني لا إكره في الدين هما بيرجعوا لها ويقولك بغض النظر عن الناسخ والمنسوخ لا إكره في الدين لو أنت خارج الدين حاليا يعني كان زمان في وقته محمد كان فيه إكره في الدين لأنه إن شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عاصموا عني أموالهم وأنفسهم وأنواق أموالهم فبالتالي أنت بتكلم في إكراه في الدين أو ده إكراه والحل الوحيد أن أنا أشهد علشان ما يجيش يغزو بلدي ويستبيح أموالي وعردي وكل ما لي حاليا مع القوانين الإنسانية هنش الإلهية الإنسانية بقيت في محدودية في موضوع الإكراه في الدين فبقى يقولك لا إكراه في الدين ليه لأنه لا يكرخ الخارج عن الدين يدعوه يدعوه بقى ويحاول أنه يجر الرجله بقى بأي شكل علشان يعرف يدخل في الإسلام لكن غير كده هواته لو أنت مولود مسلم وكفرت بي الإسلام فأنت كافر وطبعا بيحل دمك وبيحل عرضك وبيحل كل حاجة ليك طيب يعني ظاهر يعني فيه كاتبة أنت نقاط كتيري بس أنا عاوز أقول طيب بالمقابل يعني المعمودية في المسيحية بالمسيحية إيش اللي أنت اختبرتين معمودية في المسيحية أن بيقول الكتاب فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة وخد بالك مع المسيح صلبت لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في إن كان أحد كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا ليعيش الأحيا فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم فأنا عايز أقول أن المسيحية مختلفة ما فيش بقى نوائد للمعمودية ما فيش مش عارفة إيه أنا بقى أنا الإنسان اللي بيعرف المسيح كان الكبار بيروحوا يتعمدوا في كنيسة الأولى وأنا شخصيا وأنا كبيرة روح تتعمدت تعمدت أعلنت شهادة حية شهادة يعني إحنا منقول أنه المعمودية المسيح مثلا ما كان محتاج يعتمد لكنه تعاطف مع الخطات توابون وإحنا كمان يعني دفنا مثل ما ذكرت من روميا 6 عملية دفن لكي يقوم ويسلك في الحياة الجديدة فهذا إعلان هذه الشهادة وكثير ناس بعد المعمودية بواجهوا الاضطهاد الشرس لأنه بيعتبروا خلاص مسيحي طبعا لأنه كده هوت أعلن أمام الناس أنه هو مسيحي بس أنا عايز أقول نقطة يعني بكون آمن بالأول أنه صار مؤمن بالمسيح وغفرت خطياء وإلوحية أبدية بس المعمودية يعني بقول لا أنا خلاص حسمت الأمر أنا بشهد أمام الملأ أمام السماء أمام الأرض أمام البشر أمام الكل أنا مؤمن في المسيح وخطياء مغفورة بالزبط وعشان كده المعمودية لها معنى معنى روحي مش ترديد شهادة وخلاص وهو ده الفرق ما بين الاتنين أما هو بيقدم لي شهادتين في الإسلام ويقابلهم في المسيحية المعمودية المعمودية هي إعلان إعلان أننا بموت فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات أنا بديفن مع المسيح وبعلن أن أنا موت معاه وموت عن أهوائي وشهواتي وزنوبي وخطياء وقبلت أن أنا أعيش معاه فبقوم معاه فكما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة بتبقى جديدة ومختلفة يعني أنا بعمل عمل لي معنى لي قيمة وإنت ذكرت الآية من رسالة غلاط يصحح 2 والآية 20 مع المسيح صلبته يعني في موت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي فالمسيح هو اللي بيحيا فيي بالضبط وهنا المقارنة ما بين الإسلام بشهادته والمسيحية في إعلاني تبعية المسيح وشهادتي أن أنا أتبع المسيح هتلاقي المسيحية المعمودية لها معنى لها معنى روحي عظيم جدا وليها قيمة مش زي الترديد يعني سوري زي ما الناس بنسمحهم بيرددوا زي البغانات وحتى ناس أصلا مش لغتهم الأولى هي اللغة العربية لا إله إلا الله وبيبقوا مش قادرين يقولوا والرب يسوع رفض قال لا تكرروا يعني لما تكلم عن الصلاة كلاك ما يكون باطل كالأمم لأنهم يظنون أنه بكثرة صلوات أعطى بعد جديد عمق جديد روحي طبعا في موضوع وأهمية الصلاة مش في ترديد الكلام نحن كمان برضو في المسيحية كتير مرات من رد الكلام لكن الصلاة لها عمق لها اتصال أنا بتواصل صلاة هي سمع وكلام مش بس أنه أنا بتكلم أنا بسمع من كلمة الله في الكتاب المقدس بالضبط الصلاة كمان كده يعني المعمودية لها معنى الشهادة ملهاش معنى أو بعد روحي المعمودية أنا بقف أمام السماء والأرض بعلن أن أنا تابعة لأنه أنت بتكلم عن تغيير داخلي بالضبط الشهادة يعني أنا ممكن أشهد بس بكون خايف فيه ناس كانت تشهد بسبب خوفها وتعتنق بس من جوه مش مقتنعة بقول لك خلينا أحمي نفسي وهذا أنا بتكلم تاريخيا ولا لا صح كتير صار صح طبعا لكن أنا اللي أنا عايز أقوله لأن أنا أتعرض للكلام ده هوت كتير قوي في أسئلة العابرين الجدد ناس كتير بتقبل المسيح وبيجي يسألونا يعني إيه يعني إيه الحاجات ومقابلها في المسيحية أعمل إيه إيه هي اللي أنا ببني عليه إيماني كمسيحي طبعا أنا بتكلم على الأركان الإسلامية دي مش بتكلم على مقابلة في المسيحية لكن الأساس في المسيحية هو الصلاة الصلاة قريت الكلمة قبل ما تكلم المسيحية إيه كان فكرة الصلاة بالنسبة لك فكرة الصلاة كانت عبارة عن فرد لازم أعمله أوكي فرد مفروض علي لازم أديه على أكمل وجه علشان أحاول أن أنا أتقرب من الله طب كمسيحية لا فكرة الصلاة كمسيحية ليست فرد وإنما علاقة لأننا لي علاقة مع الله فيه بعد تاني مختلف أنا مش بكلم مع الله كعبد والله هو السيد مع أنه هو السيد هو الإله لكن أنا بأصلي لله بدلة البنين يعني بيجي زي الإبن ما بيجي لأبوه بأصلي لله لأن أنا جوايا أريد أن أصلي مش مجبارة عليها ومفروض عليها لذة تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك فبالتالي أنا العلاقة اللي ما بيني وما بيني الله هي اللي بتدفعني إلى الصلاة لأن الصلاة هي في الآخر هو دعاء وتواصل لو أنا الصلاة تفقد معناها زي صلاة الإصلاة الإسلامية أما فقدت معناها في التواصل ما بيننا وما بين الله أنا مختلفة كنت بأصلي مثلا منولوج يعني إيه؟ يعني حديث من جهة واحدة لكن الصلاة المسيحية هي ديالوج يعني حديث من جهتين بين شخصين ما بيني وما بين الله أنا بصلي وربنا بيرد علي ربنا بيكلمك ليه وأنت فكر نفسك مين؟ هو أنت مثلا رسول ولا نبي لا ربنا يكلمك على فكرة ربنا ممكن يكلمك دلوقتي الله غير محدود قادر أنه هو يكلمك النهاردة ويوصل لتساؤلات قلبك ربنا هو اللي خلقنا وهو قادر على التواصل معنا ده اللي عاوز أقوله يعني بشوف مثلا في أحباء المسلمين يعني كتير منهم ما بيتكلموا اللغة العربية وبصلوا بيرددوا الكلمات باللغة العربية من غير ما يفهموها طبعا أو المكان يعني بيخلف بس أول حاجة لو غيرت أي شيء لا يمكن تغيير أي شيء في الصلاة لو غيرت أي شيء في الصلاة تنقض الصلاة وضحي لأكتر المهم زي مثلا تغيير القبلة لو أنا اتجاهت لغير القبلة لا تقبل الصلاة تماما ومن تحاول عن القبلة عمدا لغير عذر فإن صلاته فاسدة دي في مجموعة الفتاوى لابن تيمية طيب تغيير لغة الصلاة ليه أنا لازم أقرأ القرآن باللغة العربية لأن لا تقبل الصلاة إلا باللغة العربية ولا تصح قراءة القرآن بغير العربية لأن القرآن لو ترجم لم يكن قرآنا بس ما هم ترجم بس لا يكن قرآن وإنما تفسير للقرآن يعني الترجمة العربي الإنجليزي أو الفرنساوي أو الأسباني أو كل اللغات التي ترجم لها حاجة ترجم إلى اللغة العبرية لا يقول إن هذا قرآنا إنما هو تفسير للقرآن فبالتالي أي مسلم حتى لو هو بيكلم اللغة الهندية بيكلم اللغة السرلانكية بيكلم أي لغة في العالم لا يستطيع التواصل مع الله إلا باللغة العربية باللغة العربية يعني إيه؟ طبعا إحنا عارفين أنا هاشرح حتة كده هوت في الصلاة طبعا كل الناس عارفة الصلاة إزاي مسلمين ومسيحيين يعني المسيحيين عايشين في وسط المسلمين طول عمرهم فعارفين الصلاة إزاي الصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب العيشة دول الفروض المفروضة على المسلم إنه هو يصليها كل يوم تمام؟ لو إحنا قلنا مثلا الصبح ركعتين والظهر والعصر والعيشة أربع ركعات والمغرب تلت ركعات أنت بتردد الفتحة كم مرة في اليوم وكم مرة في الصلاة كل ركعة أنت بتركعها بتردد فيها الفتحة كل صلوة أنت بتصليها بتقول التحيات وبتقول الصلاة الإبراهيمية طب فين بقى الحتة اللي فيها تواصل؟ حديك لسه أي آية في الموازع الجبل لا ترددوا الكلام باطلا أنا حاجي هتكلم في الحتة داية حالا لا تردد الكلام باطلا وحينما توصلون قال المسيح لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألونه دا حتى دول ما كانوش بيتكلموا آيات وخلاص دول كانوا بيتكلموا يقولوا إحنا محتاجين يا رب إنك أنت تسدد احتياجاتي يا رب أنا محتاجك تسدد احتياجاتي سدد احتياجاتي سدد احتياجاتي وهكذا فهو افتكر إنه هو بكثرة التكرار ربنا هيستجب له لكن هو هنا بيتكلم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه يعني هو عارف أنت محتاج ليه لين أنت هو تكرر فيه احتياجاتك أنت تصلي أنت أبايا للذي في السماع يتقدس اسمك وهكذا بعدين بيتكلم عن الصلاة في زوايا الشوارع يعني عشان الناس كل تشوفهم أنه بيصلوا طبعا دي مقارنة يعني أنا بشوف إن الصلاة في زوايا الشوارع ده ما يقوم به المسلمون يوم الجمعة وفي الأعياد إنه هو يسيب الجامعة فاضي جوا ويروح فارش حصير في الشارع ويبتد يصلوا ويوقف المرور والدنيا كلها تقف زي ما بنشوفه فرنسا وبنشوفه إنجلترا وبنشوفه مصر وبنشوف كل البلاد العربية إنه هما بيعملوه اللي هو رفضوا المسيح هنرجع نفس النقطة تانية إنه فيه واحد بيعمل على الإنسان داخليا وواحد بيعمل على الإنسان خارجيا أنا دائما بقول هذه العبارة إنه كتير مرات الناس بترفض المسيح لأنه بمجرد معرفة المسيح بيفضح كل أعمال الظلمة والدوافع والخفايا والنواوية الداخلية المظلمة في حياتنا بفضله ستر الدين الدين هو ستار فعندك الناس اللي بتتستر بالدين وناس اللي بتتاجر بالدين أنا بتكلم على كل الأصعد على كل الناس مش بس مسلمين ومسحيين فيه ناس بتتخفى وراء الدين بتعمل كل قراراتها من وراء الدين قرارات سياسية من وراء الدين كله الدين هو العملي اللي أنا بستخدمه تينفز لي كل المقارب كل اللي أنا عاوزه يعني الله يصبح زي يعني قطعة بين إيدي زي الحاسوب أنا بشغله هو يعني حيعمل لي اللي أنا بدي بدي إياته يعمل لي إياته ودي الإشكال المسيح لما بتكلم بالعزة على الجبل دائما بركز على الدوافع من جوه انت لما تصلي مين اللي بيشوفك الناس وطبعا مش ضد الصلاة يعني فيه صلوات كتير علنية في الكتاب المقدس بس وم يتكلم عن الدافع فيه ناس عم بتكرر الكلام عم بتصلي في زوايا الشوارع عشان يشوفوها الناس فالرب بقول استوفوا أجر يعني الفكرة إنها بصلاته حينما تصبح الصلاة مكرهة مثل ما بقول الكتاب يعني هذا النوع من الصلاة الله بيكرهه فبيجيب دينوني بالعكس يعني بدل ما يقترب لله عم بيجيب دينوني عليه وعلى حياته ما دين المأساة اللي عاوزين نصح الناس منها تفضلي أختي الصلاة الحقيقية هي صلة هي علاقة مبيني ومبين الله هي إن أنا أفتح قلبي وأطلب منه إنه ينور حياتي إن أنا أتلزز بي وأشكره ويبقى فيه علاقة مبيني ومبينه وأستمتع بي يعني أقوله يا رب أنا بشكرك إنك أنت خلقتيني أنا بشكرك إنك أنت فتحت النهاردة عناية عشان أشوف وديتني يوم جديد علشان تستخدمني لمجدك الصلاة إن أنا يبقى لي بعد آخر مش إن أنا أجمع بها حسنات الصلاة مش لجمع الحسنات الصلاة هي علاقة مبيني ومبين الله وعلشان كده الصلاة ما ينفعش إن هي تبقى ليها لغة محددة لأن الصلاة هي من القلب عايز أقول إن أنا فيه ساعات كنت بصلي بأنات يعني إيه بلا لغة كنت بصلي من جوه قلبي وربنا كان بيسمعني ليه لأنه هو فاحص القلوب والكلة يعني بيقدر إنه هو يعرف اللغة إننا اللي بناجيه بيها دون أن أتلفظ بلغة بالكلام بلغة معينة لغة إلهية لغة روحية الله وضحها جوه الإنسان لكي يناجي بيها فهو الله لا يمكن أن يحد بلغة الله لا يمكن أن يحد بقبلة بمكان أو زمان أو اتجاه ربنا ما بيقبلنيش وانا متجهاله بهذه الوجهة على أي أساس هو الله مش موجود في العالم كله في الكون كله الله الذي قلق العالم هل يأخذ اتجاه معين لكي يتقابل إنسان معاه لازم يتوجه إلى الشرق أو إلى الغرب أو ليل الجنوب أو إلى الشمال ده على أي أساس ما ينفعش إننا يكون فيه اتجاه أكلم بيه ربنا ما ينفعش إنه يكون فيه لغة أكلم بيه ربنا الصلاة الإسلامية كمان فيه اسلوبها بتفقد معناها احنا قلنا الصلاة هي صلة ودعوة وعلاقة أنا أمقى في دلوقتي أقيم الصلاة وابتدي إن أنا أقول إيه الفتحة وصورة صغيرة وعدين أركع وبعدين الله أكبر وانزلاز جد وهكذا هل ده بيعمل إيه بيعمل إيه بيعمل صلة بيعمل علاقة بيعمل تواصل بيعمل تواصل هل إننا أمقوم وعد وانزل واركع واسجد وأقوم وأكرر الكلام يعني مثلا إنت عندك خمس صلوات كم ركعة أربعة تمانية اتناشر وسبعة يبقى تسعتاشر ركعة فالركعات دي أنت بتستخدم فيها إيه بتستخدم فيها سبعتاشر ركعة في اليوم بتستخدم فيهم الفتحة بتقرى الفتحة كم مرة بتقرى كم مرة الصلاة الإبراهيمية بتقرى كم مرة الكلام دهوت هل ده بيقربك من الله يعني شوف الرب يسوع أعطانا نموذج للصلاة اللي هي الصلاة الربانية طبعا دلوقتي في كتير ناس بتصلي هاي الصلاة أبانا الذي في السموات اللي يتقدس وبتصليها كتير مرات بس هاي الصلاة مش كحسنة يعني نزيدها في الحسنات عشان الله يطرأ لا هي نموذج يعني أنا بركز على شخص الله الصلاة هي بتعلمني كيف أصلي يعني أنا لما بكرر أو بردد هاي الصلاة هي بحد ذاتها عم بتعلمني كيف أصلي طريقة إنه كيف أتجه لله بالشكر والتمجيد وبعدين الاحتياجات وهكذا عاوز أسألك سؤال طبعا يعني أوكي طبعا الكتاب المقدس بعلم إنه ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل وبعدين بقول في تسالونيك الأولى خمسة سبعتاش صلوا بلا انقطاع يعني ما عادتش فكرة الخمس صلوات ولا العدد بيتكلم عن حالة صلاة مستمرة في كل في كل يومنا إيش مفهومك لهذه الصلاة وبعدين عاوز أسألك كمان سؤال إنه إحنا داما لما منقول لشخص أنت تسلم حياتك للمسيح صل لهذه الصلاة معناتو فيه صلاة شو رأيك في الموضوع الصلاة اللي بت اللي بتخلص هي صلاة العشار في في الكتاب المقدس صلاة التوبة صلاة إنسان تايب يعني قال كده إنسانان صعدة إلى الهيكل ليصليها واحد في الريسي والآخر عشار فأمل في الريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أنا أشكرك أني ملست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار وبشور على جنبه أصوم أنا بصوم وبعشر وأما العشار رح جايي واقف وقال إيه أرحمني اللهم أرحمني أنا الخاطئ الصلاة التي تخلص تخرج من القلب بلا لغة محددة بلا أسلوب محدد بلا كلمات محددة بصرق فيها لله بقوله ارحمني أنا خاطئ أنا مش قادر أعيش حياتي بهذا الشكل انقذني دي هي دي اللي بيقولك نزل إلى بيته مبررا ليه لأن هي دي الصلاة اللي تبرر النتيجة إن الفرائد دهيت مش هي اللي بتؤدي للخلاص ماينفعش فرائد تؤدي للخلاص لكن الصلاة اللي طالعة من القلب الشهادة والإعلان اللي أنا بقدمه بليه بعد روحي أما بقدم أو بعمل أي ممارسات لها بعد روحي ولها عمق روحي مع الله هي دي اللي بتؤدي إلى الحياة الأبدية ليه لأن في علاقة أساسية مش علشان هي بتؤديني للعلاقة الأبدية لكن لأن في علاقة أساسية بيبقالها معنى بيبقالها قيمة الخلاص ماينفعش نشتري ماينفعش يشترى لأن الخلاص هو الولادة الجديدة الخلاص هو الحياة الأبدية الخلاص هو الغفران الخلاص هو التبرير الخلاص هي الحرية والتحرير ماينفعش أنا بإمكانياتي كإنسان إن أنا أشتريهم ما أدارش لكن الله هو الذي ينظر إلي بمحبته هو الذي يأتي إلي في نعمته الغنية ويقدمه لي مش أنا اللي أقدمه طيب إحنا شكلنا ما خلصنا الموضوع أخت رشا لأنه إحنا نتكلم عن الفرائد معناته لازم نأخذ حلقة تانية في هذا الموضوع بس عشان ألخص أنه أنت ذكرت أنه الشهادتين مقابلها المعمودية واتكلمت أنه الصلاة فريضة أو فرد في الإسلام حتى يزيد من الحسنات مقابلها أنه أنا لازم آجل المسيح بانكسار، بانسحاق آجل الله بتوبة حقيقية يعني معاك دقيقة أو نص إذا في رسالة تربط الموضوع هذا شو الرسالة اللي عاوزة توصلي عايزة أقول أن أهم حاجة هي الصلاة أهم حاجة هي الصلاة وقرية كلمة ربنا الصلاة ما ينفعش أقرر فيها الكلام ما ينفعش أقعد أقول نفس الكلام مرة واثنين وثلاثة وعشر ومليون صلاة هي علاقة والله عايز يعمل معاك علاقة النهاردة الله عايز ينقذك من الموت اللي أنت فيه وعايز أن هو يفتح عينيك اسمح له أن هو يفتح عينيك واسمح له أن هو ينقذك لأنك أنت مش تقدر تنقذ نفسك مش هتقدر أنك أنت يكون لحك حياة أبدية بممارسات وعقائد وصلوات وحسنات لكن الله هو بنعمته الغنية يقدر أنه هو ينتشي لك من الموت ويعطيك حياة أبدية افتح له قلبك هو ينور عينيك وينور ذهنك باسم يسوع آمين شكرا جزيلا أخت رشا فإذا لازم نرجع نستكمل حديثنا في نفس الموضوع إن شاء الله في حلقة أخرى أحبائي في الختام أنه الكلام مش بخص جماعة وجماعة لا هو جميعنا فكرة التدين هذا يعني منذ أيام القديم القدم حتى من أيام المصريين القدماء الإنسان بحاول يتقرب ويصل لأ الله في داخله في شيء يعني بيقوده وضع الأبدية في قلبهم لكن برضو الله هو إله حي شخصي موجود بيعرف داخلياتنا وقلوبنا أيضا ما فينا نخدع لأ الله حتى الله بيتكلم ضد الذبائح في العهد القديم لأنه كانت تقدم بدون إيمان الله ضد الصلوات لأنه الصلوات صارت مكرهة الله ضد الكلام هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه مبتعد عني جدا أحبائي تعال إلى المسيح هو اللي بيغير حياتك رب يكون معك ترجمة نانسي قنقر